السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام الآن قصف عشوائي على طرابلوس من قبل قوات حفتر بعد اندحارهم في جميع الجبهات هذه الصفحة تابعة لحفتر اللواء التاسع مشاه نشرت فيديو لهذه الجريمة قصف عشوائي على بيوت المدنيين في طرابلوس وطبعا هم يقولون على العدو شوفوا هذا الحقد شوفوا محور وادي الربيع عين زارة مدفعية القراد باللواء 106 تستهدف العدو بنقاط تمركزه شوفوا معايا ماذا يحدث شوفوا يا اخواني القصف العشوائي ومن صفحاتهم تخيلوا هؤلاء ما عندهم اي مشكلة ان يقوموا بالقصف العشوائي على بيوت المدنيين في هذا التوقيت المتأخر ايضا وليس في النهار مثلا وهذه الصواريخ لا تعرف اين تذهب ما احد يفكر ان هذه الصواريخ العشوائية يمكن ان تكون في هدف معين لا هذه الصواريخ تنزل على رؤوس المدنيين والعسكريين وكل المواطنين وحتى الاطفال والشيبان وحسب الله ونعم الوكيل المشكلة ليست في انه فقط هم يقصفون المشكلة ان هؤلاء يوثقون هذه الجرائم على صفحاتهم وهناك من ينخدع بهم شوفوا كمية الحقد بعد ان هزمت قوات حفتر كمية الحقد على الصفحات غريبة جدا شيء عجيب جدا يعني انا لم اتصور ابدا انه في واحد ممكن يقصف اهله وناسه في طرابلس يعني عندكم مشكلة مناطقية انت في الشرق هو في الغرب بس مش معقول انا اقصف اهلي وناسي بهذه الطريقة الذي يفعل هذا فقط هو الغرب الذي دمر ليبيا سابقا ودمر سوريا والعراق هدم المنازل على رؤوس الناس سياسة الارض المحروقة حفتر يقوم بسياسة الارض المحروقة كما استعمالها الغرب في سوريا وفي العراق واليوم كان عند السيسي لاستجلاب الدعم بعد ان هزم في جميع المحاور اعتقد هذا الرجل ينوي على تدمير ليبيا وهذه هي المعركة الاخيرة له وكل من يدعم هذا المجرم فهو مشارك في هذا القتل العشوائي الذي يقوم به نسأل الله سبحانه وتعالى ان نسلم اهلنا في ليبيا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة